السلام عليكم جعلنا الله إياكم لا مقبلين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكانت أعظم غزوة في النبي صلى الله عليه وسلم عليها التي مرت عليه لأنها شحيحة في المال ولذلك قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فقام عثمان قال علي يا رسول الله مئة من الإبل مكملة بسلاحها وعتادها فقال جيش يا عثمان فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فقام عثمان مرة ثانية رضي الله عنه فقال علي مئة ثانية الله أكبر يا عثمان ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي إجيس يا عثمان قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فقال أنا يا رسول الله علي مئة ثالثة محملة بأقتادها وسلاحها وعتادها فقال يا عثمان ما ظر عثمان بعد هذا اليوم الله أكبر شهادة من النبي السماعلي راحة الغزوة لما رجع النبي السماعلي وجد مجموعة من الصحابة مؤمنين يعني يعتبرون من المؤمنين اللي حاضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه قالوا مجموع منهم يسلفون يعني الخط منه يأتبوه كل المدينة بوسعوا سطورهم قالوا ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أكبر بطون وكذا بالسنة واجبا عند اللقاء ثلاث أمور سهل عندنا سهل سهل بنظرنا فنزل قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم وش بعده بعد إيمانكم ولا إسلامكم بعد إيمانكم يعني مؤمنين ما هو بسهلين بسبب هاتذ كلمات يقول واحد نصر يقول الله هنا قد رأيته وهو يمسك زمام رسوله يقول يا رسول الله حديث الركب نقطع به الطريق يعني نوسع سطورنا فيرد عليه النبي السلام يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ثم يأتي عاد أحد يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى أو بشعائر الله الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كل شيء يضحك بهم زحبه بس لا تقرب دين الله اضحك بكل شيء بحياتك استانس لكن لا تقرب دين الله سبحانه وتعالى الحين يقول العيد الأحد لا حن أفلانيين نبيها الجمعة لا 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 حن أفلانيين نبيها الأربع نبيها السبت يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول صوموا لرويتي وافطروا لرويتي فانغم عليكم فاتم العدة ثلاثين يا أخي لا تستهزئ بدين الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة وشعيرة من شعائر الدين دخول الأشهر وخروجه يا أخي هذا ما هو بلعبه واستغفال للناس لأنه يترتب عليها أمور كثيرة يترتب عليها دخول رمضان يترتب عليها يوم عشور يترتب عليها يوم العيد يترتب عليها يوم النحر يترتب عليها يوم عرفها أمور عظيمة شعائر